موسيقى تمام العاشرة مساء في مسقط هذه نشرة الأخبار والبداية دائما بأبرز العنوين جلالة السلطان المعظم يهنئ اليونسكو بالذكرى السبعين لإنشائها ويؤكد في كلمة سامية لمؤتمرها العام دعم جلالته لتوجهات المنظمة الدولية جلالته وحفظه الله يدعو المنظمة الدولية لتسخير طاقاتها وبرامجها النوعية لخدمة الشعوب ويدعو العالم إلى تغليب خيارات السلام والحوار والتوافق موسيقى سلطان البلاد المفدة يؤكد أن السلطنة انتهجت منذ وقت بعيد سياسة التسامح وتوطيد أواصر المحبة بين الشعوب وإرساء دعائم السلام في العالم موسيقى مصافحة تاريخية بصمافورة بين الصين وتايوان في قمة هي الأولى منذ 66 عاما موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرسوم سلطاني رقم 47 على 2015 بتعيين أعضاء مجلس الدولة نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 86 على 97 في شأن مجلس عمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى يعين الواردة وأسماؤهم في القائمة المرفقة أعضاء في مجلس الدولة المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في الرابع والعشرين من محرم سنة 1437 للهجرة الموافق السابع من نوفمبر سنة 2015 للميلاد قابوس بن سعيد سلطان عمان قائمة بأسماء أعضاء مجلس الدولة واحد محمد بن علي بن ناصر العلوي السيد حمد بن إهلال بن سعود البوسعيدي الدكتورة سعاد بن محمد بن علي سليمان اللواتية الدكتورة مونة بن عبد الله بن صالح البحرانية ندا بن حسن بن محمد الجمالي البحرانية المهندسة رحمة بن حمد بن محمد المشرفية الشيخ عبد الله بن شوين بن عامر الحوسني نايف بن عبيد بن موسى السلامي سعيد بن ناصر بن جمعة المسكري سالم بن اسماعيل بن سويد عبد القادر بن سالم بن عبد الله الذهب زاهر بن عبد الله بن محمد العبري الدكتور صالح بن سالم بن محمد البوسعيدي محمد بن حمد بن سالم المسروري الشيخ أحمد بن ناصر بن حميد النعيمي الدكتور أحمد بن علي بن محمد المشيخي الدكتور الشيخ الخطاب بن غالب بن علي الهنائي محمود بن علي بن عبداللطيف الدكتور بخيت بن أحمد بن سهيل مليطة المهري الدكتور راشي بن عبدالله بن مسعود اليحيائي أحمد بن محفوظ بن صالح الصالح مسلم بن علي بن محمد المعشني الشيخ حمد بن محمد بن عبدالله بهوان المخيني الشيخ محمد بن عبدالله بن عيل خليلي الشيخ سعيد بن ناصر بن سعيد السيابي الشيخ محمد بن ناصر الفن العريمي الشيخ محمد بن عبد الله بن حمد الحارثي الشيخ سعود بن عبد الله بن راشد المخمري الشيخ خالد بن سيف بن ناصر الغافري الشيخ خلفان بن خميس بن حليس الهاشمي الشيخ أحمد بن خلفان بن أحمد الغفلي الشيخ سالم بن عبد الله بن سالم بن ديين الكعبي خالد بن محمد خالد بن حمد بن سيف البوسعيدي خميس بن سعيد بن سيف السليمي الدكتور أحمد بن سالم بن علي رعفيت الشيخ ثابت بن حمد بن سلطان المجعلي الشيخ السيد عفوا السيد الدكتور سعيد بن سلطان بن حمود البو سعيدي الدكتور حسن بن علي بن محمد المدحاني الشيخ محمد بن أحمد بن علي الرواس عبدالله بن سعيد بن ناصر السيفي الشيخ محمد بن سعيد بن راشد البلوشي الشيخ أحمد بن محمد بن سالمين الشامسي أحمد بن يوسف بن عباد الحارثي المهندس ماجد بن سعيد بن سالم الرواحي أحمد بن سليمان بن صالح الميمني المهندس خلفان بن صالح بن ناصر النعبي الشيخ سعيد بن علي بن نفل المسهلي الدكتور إسحاق بن أحمد بن محمد الرقيشي السيد هلال بن مسلم بن علي البوسعيدي الشيخ عبد الله بن سيف بن هلال المحروقي الدكتور إبراهيم بن أحمل بن سعيد الكندي علوي بن أحمد بن علوي الحداد سالم بن محمد بن مسعود الريامي سعيد بن علي بن سالم الكلباني نوح بن سبيل بن عيسى البلوشي حمد بن سالم بن حمد الجنيبي يحيا بن رشيد بن راشد الجمعة راشد بن سيف بن محسن الشيدي عمر بن سالم بن أحمد المرهون محفوظ بن حمود بن محمد لوهيبي سيف بن علي بن شيخان العامري ناصر بن راشد بن حمد البحري عيسى بن سعيد بن سليمان الكيومي الدكتورة وفاة بن سالم بن علي الحراسية محمد بن سالم بن محسن غواص الكثيري محمد بن سعيد بن ناصر الرمحي ناصر بن سعيد بن ناصر الهدابي الدكتورة مونة بن أحمد بن علي السعدون الدكتورة بدرية بن إبراهيم بن خلفان الشحية الدكتورة زهور بن عبد الله بن سالم الخنجرية الدكتور نبهان بن سيب بن سالم اللمكي الدكتور عبد الله بن مبارك بن سالم الشنفري الدكتور سعيد بن مبارك بن سعيد المحرمي الدكتور عائشة من تحمد بن يوسف الوشاحية الدكتور حمد بن سليمان بن سالم السالمي الدكتور اسماعيل بن صالح بن حمدان الأغبري أحمد بن أبو بكر الزبيدي صباح بنت محمد بن حمودة البهلانية مريم بنت عيسى بن محمد الزجالية لجينة بن محسن بن حيدة درويش الزعابية سلام بن سعيد بن سالم الشخصي صالح بن محمد بن طالب الزكواني حاتم بن حمد بن عيسى الطائي الشيخ أحمد بن راشد بن حمدان المعمري وجه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعا كلمة سامية كريمة إلى المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والثلاثين المنعقدة حاليا في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بباريس خلال فترة من الثالث إلى الثامنة عشر من نوفمبر 2015 ميلاديا بمناسبة الذكرى السبعين لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو وفيما يلي نص كلمة جلالته حفظه الله ورعاه سعادة رئيس المؤتمر العام لليونسكو سعادة رئيس المجلس التنفيذي معالي الدكتورة أرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول الأعضاء المشاركون في أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو أيها الحضور الكريم إنه لمن دواع الغبطة والسرور أن يلتقي العالم هنا في الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو من أجل العمل سويا على تحقيق التوجهات النبيلة لكافة شعوب العالم وتقاسم المعارف والخبرات لأجل الرقيب البشرية في مجالات التربية والثقافة والعلوم والاتصال وتبادل وجهات النظر حول مستقبل العمل الإنساني المشترك في ظل المستجدات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم كما لا يفوتنا في هذه اللحظة التاريخية أن نهنئ منظمة اليونسكو هذه المنظمة الرائدة بالذكرى السبعين على إنشائها وهي تحمل على عاتقها مسؤولية التنوير والنهوض بالبشرية نحو مزيد من الرقي والنماء وإننا إذ نتابع التقدم المنجزة في تحقيق طموحات وآمال شعوب العالم من خلال هذه المنظمة الفتية لنرجو أن تتواصل نجاحاتها من أجل غد مشرق للإنسانية وأن يكون التوفيق حليفها في تنفيذ مشاريعها وبرامجها وأن تنعكس إسهاماتها الخيرة على سعادة الشعوب ورفاهيتها أصحاب المعالي والسعادة إننا نعيش في عالم متنام يتوسع فيه العلم يوما بعد آخر ويتطور فيه الفكر البشري بشكل ملحوظ وتنتج فيه المعرفة بسرعة متناهية فكان لا بد من اللحاق بركب التقدم العلمي والحضاري ومن هنا فإننا ندعو هذه المنظمة الواعدة لتسخير طاقاتها التربوية والعلمية والثقافية كافة لخدمة الشعوب من خلال برامجها النوعية المختلفة كما ندعم توجهاتها في الارتقاء بمهارات الشباب وربطها بمهارات سوق العمل لمواجهة التحديات العالمية فلا ريب أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الإنسان والأداة الأهم لتحقيق غايات التنمية المستدامة ولجعل ذلك حقيقة على أرض الواقع فإنه من الضروري أن تتكاتف الجهود وتتشارك المعارف والخبرات لتعميم التعليم والحد من المرض والفقر والأمية إن من حسن الطالع أن تحتفل اليونيسكو بذكراها السبعين في هذا العام والعالم أجمع يتطلع لمواصلة مبادرة التعليم للجميع باليونيسكو لما بعد عام 2015 والعمل على المضي قدما في برنامج اليونيسكو العالمي للتربية من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2015 إلى 2030 ميلادية وعلى تحقيق أهدافها التي وضعتها الأمم المتحدة لذات الفترة المؤكدة على ضمان التعليم الجيد والشامل للجميع وتحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة واتخاذ إجراءات للتصدي لتغير المناخ وآثاره والمحافظة على الموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة وغيرها من الأهداف أصحاب المعالي والسعادة إننا نتابع بقلق ما يجري في أوساط متعددة من العالم من صراعات ونزاعات منبعها عدم التفاهم وعدم قبول الآخر رغم اتساع دائرة القواسم المشتركة بين البشر ومن هنا ومن هذا المنبر فإننا ندعو العالم إلى تغليب خيارات السلام والحوار والتوافق من خلال قبول الآخر واحترام رأيه ونبذ العنف والتصدي لكل الأسباب الداعية لذلك وإن مما يبعث على الشعور بالارتياح أن تستثمر منظمة اليونسكو التعددية الفكرية والتنوع الثقافية للبشرية في بناء جسور التفاهم بين الشعوب للعيش في عالم يسوده التعاون وتغمره المحبة إن سلطنة عمان انتهجت منذ وقت بعيد سياسة التسامح وتوطيد أواصر المحبة بين الشعوب وإرساء دعائم السلام في العالم فكان التوفيق حليفنا في كسب المزيد من الأصدقاء أصحاب المعالي والسعادة يدرك العالم اليوم الأهمية المتنامية للتكنولوجيا ودورها في تسهيل حياة الأفراد وتقدم الدول وإذ نبارك الجهود الخيرة المبذولة في توظيف التقانة والأمن المعلوماتي فإننا نؤكد على أن تسخر معطيات العصر وتقنياته فيما يسعد البشرية أصحاب المعالي والسعادة إننا نثمن الاهتمام العالمي بالعلوم واستثمار الطاقات المتجددة في شتى مناح الحياة واستثمارها لمواجهة تحديات التغير المناخي والتلوث والعمل على استدامة موارد الطاقة للأجيال القادمة والسعي الدائم إلى إيجاد الحلول الناجعة لقضايا التكاثر السكاني والأمن الغذائي وشح المياه وغيرها من مستجدات العصر كما نقدر كل الجهود الرامية إلى صون البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي ودعم المساعي الطيبة لبلوغ الأهداف التي تنشدون تحقيقها أصحاب المعالي والسعادة نجدد تقديرنا البالغ لهذه المنظمة الواعدة وشكرنا العميق للقائمين عليها آملين لها المزيد من النجاح في خدمة البشرية وسعادتها والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير التسامح أهمية الحفاظ على التراث والاهتمام بالبيئة ثلاثة مواضيع تمثل الأسس التي ارتكزت عليها الاستراتيجية العمانية في ميدان التربية والتعليم وتضمنتها الكلمة التي وجهها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه إلى المنظمة يطيب لي أن أتقدم لكم جميعا بخالص التحية والتقدير ويشرفني أن أنتهز هذه المناسبة لأنقل إليكم جميعا تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان ودعواته الصادقة لهذا المؤتمر بالتوفيق الكلمة التي وجهها حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه تضمنها كتيب بعدة لغات نوها فيها بأهمية هذا المؤتمر الدولي الجامعي على نوايا التنمية والتطوير في حقول التعليم والتراث والتنمية المستدامة ما تضمنه الخطاب صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله إلى هذا المنتدى الدولي في الذكرى السبعين لإنشاء اليونسكو يعتبر بمثابة خريطة طريق لهذه المنظمة ما دعا إليه صاحب الجلالة في كلمته حول تغليب خيارات السلام والحوار والتوافق من خلال قبول الآخر واحترام رأيه وكذلك نبت العنف وهي كفيلة للحد من الصراعات والنزاعات التي نجأت حول العالم وتوقف العديد من وزراء التربية المؤتمرين عندما وصفوه بسياسة التوازن وأهمية هذه السياسة على المستوى الإقليمي لإرساء السلام والاستقرار ما يعتبر المرتكز الأول لكل استراتيجية التنمية ما تقوم به سلطنة عمان ليس فقط صالحا على المستوى الداخلي لكن بالتأكيد على المستوى الإقليمي أيضا كانت فرصة جيدة بالنسبة إلي أن أقرأ رسالة جلالته ولم أفاجأ لأنها رسالة سلام رسالة تدل على أهمية التعليم الذي يسمح للفرد أن يكون قادرا على تحقيق ذاته وبقدر ما أكدت كلمة جلالة السلطان قبوس على ثوابت منظمة الأونسكو بقدر ما رسمت روحية استراتيجية عملية لهذه الثوابت محمد كلاش تلفزيون سلطنة عمان باريس وإلى أخبارنا العربية والعالمية في هذه النشرة ونبدأ بالوضع السوري حيث أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتفاع حصيلة قتلى غارات شنتها طائرات التحالف الدولي وأخرى روسية إلى نحو سبعين شخصا على الأقل بينهم ثلاثة وخمسين مدنيا على مدينة البوكمال السورية في محافظة دير الزور التي يسيطر عليها تنظيم داعش وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى لا يزال مرشحا للارتفاع وذلك لوجود عشرات المفقودين والجرحى وبعضهم في حالات خطرة وفي مدينة دومة قتل ثلاثة وعشرون شخصا بينهم ستة أطفال جراء غارات جوية يعتقد أنها من طائرات روسية استهدفت مدينة دومة التي تعد معاقلة للمعارضة السورية بريف دمشق بحسب المرصد السوري وتتعرض دومة في الآونة الأخيرة لقصف كثيف إذ قتل إثنى عشر شخصا على الأقل الأربعاء الماضي جراء قصف صاروخي لقوات النظام استهدف المدينة لقي تسعة عشر شخصا على الأقل مصرعهم في غارات جوية لقوات التحالف العربي واشتباكات بين قوات الحكومة اليمنية ومسلحية الحوثيين في جنوب اليمن وقالت مصادر عسكرية إن الغارات استهدفت سيارتين الحوثيين على الطريق الذي يربط بين محافظتي إب والضالع ما أسفر عن مقتل أحد عشر حوثيين وأشارت المصادر إلى مقتل ثمانية من القوات الموالية للرئيس اليمني عبدرب منصور هادي خلال اشتباكات بين قواته والمسلحين الحوثيين في مدينة الضالع قمة تاريخية جمعت بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره التايواني ما ينج جو في سنغافورة هي الأولى من نوعها منذ انفصال تايوان عن الصين القارية قبل ستة وستين عاما إثر حرب أهلية الرئيس الصيني وبعد لقاء استمر لأقل من ساعة في سنغافورة دعا نظيره التايواني إلى رفض استقلال تايوان وعدم السماح لمؤيدي الاستقلال بالتفرقة بين الشعب الواحد على حد تعبيره اجتمع زعيم الصين والتيوان يوم السبت للمرة الأولى منذ أكثر من ستين عاما لإجراء محادثات في ظل تنامي المشاري المعادية لبكين في جزيرة تايوان التي ستشهد انتخابات بعد أسابيع وتجرى المحادثات بين الرئيس الصيني شي جنبانغ والرئيس التايواني ما يانج جيو في سنغافورة وهي الأولى من نوعها منذ انتهاء الحرب الأهلية الصينية عام 1949 وقال شينه لا يمكن لأي قوة أن تفرق الشعب الصيني على جانبي مضيق تايوان موظيفا أنهما أسرة واحدة حاليا يواجه تطور العلاقات عبر المضيق اختيار تحديد المصار لقد جلسنا سويا لذا فإن المأساة التاريخية لن تتكرر إنجازات تطور السلمي للعلاقات عبر المضيق لن تضيع يمكن للمواطنين على كل الجانبين الاستمرار في أن يعيشوا حياة سلمية وردا على ذلك قال ما إنه عازم على الترويج للسلام عبر مضيق تايوان وطلب ما من شيء بشكل غير مباشر احترام ديمقراطية تايوان وتقول الصين إن القوى التي تسعى وراء استقلال تايوان تمثل أكبر تهديد للسلام بين جانبي مضيق ويأتي هذا الاجتماع قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان والتي من المرجح أن يفوز بها الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يؤيد الاستقلال وهو أمر تحرص بكين على تجنبه لكن على الرغم من ازدهار التجارة والاستثمار والسياحة بين الطرفين ولسيما منذ تولي ما وحزب كومنتانغ السلطة في 2008 تساور الجانبين شكوك عميقة ولم يتم إحرص تقدم بشأن التوصل لأي شكل من التسوية السياسية ومن غير المتوقع التوصل الاتفاقيات خلال ما يعد اجتماعا رمزيا بشكل كبير في سنغفورة الدولة الصغيرة التي تقتنها أغلبية منحدرة من أصل الصينية وتحتفظ بعلاقات طيبة مع الطرفين منذ عشرات السنين لقي جندي تركي مسرعه في انفجار لغم زرعته عناصر حزب العمال الكردستاني في محافظة شرناق جنوب شرق تركيا وقال مصدر أمني إن الجندية لقي حتفه عندما وطأ لغما في قرية أولدورير قرب الحدود مع العراق وفي عمليات لقوات الأمن التركية قتل أربعة من عناصر حزب العمال في ولاية ديار بكر بينما قتل آخر في شرناق شرق تركيا قال رئيس لجنة التحقيق في حالة تحطم طائرة الركاب الروسية إن التسجيل الصوتية من قمرة القيادة بالطائرة التي تحطمت في سيناء قبل أسبوع أظهر صوت ضوضاء في الثانية الأخيرة من التسجيل وأكد أن اللجنة لا تزال في مرحلة جمع المعلومات وتفحص سلطات المصرية حاليا كاميرات المراقبة في مطار شرم الشيخ لرصد أي نشاط مريب يتعلق بالحادثة وذلك بعد أن رجحت دول أوروبية احتمال تعرض الطائرة لتلمنكوبة لعمل إرهابي في الأثناء توافد مئات سائحين على مطار شرم الشيخ في محاولة العودة لديارهم بعد أن حضرت بريطانيا وروسيا الطيران للمنتجع السياحي وأعلنت إجراءات احترازية جديدة الأمر الذي أدى إلى تقطع السبل بعشرات الآلاف من السائحين الأوروبيين ونحو ثمانين ألف سائح روسي في منتجعات على البحر الأحمر أعلنت السلطات السويدية احتراق مبنى خال كان من المقرر أن يستضيف اللاجئين السوريين في أحدث حريق يشتبه أنه متعمد وفي وقت تعاني فيه سلطات الهجرة من ضغط متزايد مع توقع وصول 190 ألف طالب لجوء هذا العام في الأثناء أعلنت وكالة حماية الحدود التابعة للتحاد الأوروبي فرونتكس أنها ستنشر قوات على طول الحدود اليونانية مع جرتها ألبانيا وأشرت الوكالة إلى أنها تعمل على محاولة منع وصول المهاجرين إلى غرب أوروبا عن طريق ألبانيا احتفل سكان فريتاون عاصمة سيراليون بمناسبة انتهاء وباء الإيبولا الذي أودى بحياة الآلاف بينهم أكثر من 200 من العاملين في مجال الصحة منذ بدء انتشار هذا الوباء وجاء إعلان منظمة الصحة العالمية من خلو سيراليون من مرض إيبولا بعد مرور 42 يوما دون تلقي أي إصابات جديدة وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها إن سيراليون حققت تقدما كبيرا من خلال الجهود التي بدلتها لمكافحة انتشار وباء الإيبولا على نحو غير مسبوق في التاريخ الإنساني هذا وأدى وباء الإيبولا بحياة أكثر من 8700 وأربعة أشخاص في سيراليون منذ اكتشاف أول حالة في مايو 2014 وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية إذن نشرتنا لازلت متواصلة وتتابعون فيها بعد حين بمشاركة دولية كبيرة ماراثون عمان الصحراوي العالمي ينطلق عبر رمال شمال الشرقية اشتركوا في القناة معرض متجات رواد الأعمال إبداعات عمانية تابعونا وعلى الهواء مباشرة إذاعة الشباب من سلطنة عمان السبت فالك الناموس الأحد عالم التقنية الاثنين حلها معاك الثلاثاء خذ وهات الأربعاء ليل وسماء ونجوم الخميس حديث الروح الجمعة غناوي إذاعة الشباب من سلطنة عمان جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بتعيين عضاء مجلس الدولة جلالة السلطان المعظم يهنئ اليونسكو بالذكرى السبعين لإنشائها ويؤكد في كلمة سامية لمؤتمرها العام دعم جلالته لتوجهات المنظمة الدولية جلالته حفظه الله يدعو المنظمة الدولية لتسخير طاقاتها وبرامجها النوعية لخدمة الشعوب ويدعو العالم إلى تغليب خيارات السلام والحوار والتوافق السلطان البلاد المفدأ يؤكد أن السلطنة انتهجت منذ وقت بعيد سياسة التسامح وتوطيد أواصر المحبة بين الشعوب وإرساء دعائم السلام في العالم مصافحة تاريخية بسنغافورة بين الصين وتايوان في قمة هي الأولى منذ ستة وستين عاما أهلا بكم ثانية لتبادل الخبرات العلمية في مجال تشخيص الأمراض لدى الأطفال عن طريق الأشعة وتحديث معلومات الأطباء والاطلاع على أحدث المستجدات الطبية والعلمية في مجال الأشعة نظم مستشفى صور بالتعاون مع الرابطة العمانية لمصوري الأشعة فعاليات المؤتمر الوطني لأشعة الأطفال بحضور أكثر من مئتين من أطباء الأطفال والممرضين استمرارية التخصص الصيدلاني عنوان حلقة عمل استضافتها أو استضافها مستشفى خولة الحلقة ركزت على سقل مهارات الممارسات الصيدلانية والاتجاهات الحديثة لتطوير الأداء المهني للصيدلة كما تطرقت الحلقة إلى مرض حشاشة العظام والاتجاه الصيدلاني في توعية مرض الهشاشة والوقاية من مخاطره وإلى طرق تمكين صيدلية المستشفيات من خلال فهم مدروس للنماذج الحديثة في الممارسة الصيدلانية وخصص جزء من الحلقة في أهم طرق العلاج من أمراض الكلاء المزمنة وأهم الأدوية المستخدمة في هذا المجال احتفلت اللجنة الوطنية للشباب بيوم الشباب العماني وذلك بولاية وادي المعاول بمحافظة جنوب الباطنة الاحتفال كشف عن ملامح الخطة المقبلة لللجنة من خلال المشروعات التي تسعى إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم وإبراز مواهبهم بعد مسيرة نجاح لأكثر من ثلاث سنوات عكستها الأرقام المختلفة ها هي اللجنة الوطنية للشباب وهي تحتفي بيوم الشباب العماني تخطو خطوات أكثر أمقا من خلال جملة البرامج والفعاليات التي تستهدف الشباب العماني بما يمكنهم من القيام بدورهم في تمكينهم من الأعمال الريادية المختلفة ما لاحظناه اليوم من توضيح لدور هذه اللجنة واختصاصاتها والإنقاذات التي قدمتها خلال السنوات الماضية هو دليل على أن الشباب يقدم وما زال مستمر في عطاءه البناء هذا الوطن تمكين وريادة واكتتاب وغيرها من التطلعات كشفت عنها اللجنة الوطنية للشباب كاستهداف مباشر لعطاءات الشباب العماني عبر الاستفادة من أبحاثهم وتجاربهم لعلمية والثقافية وإسهامهم في العمل الاجتماعي بكافة جوانبه الشباب العماني هي شباب مبادر ولا حتى اليوم من الأشياء التي تحدثنا عنها هي الإنقاذات الأقليمية والعالمية التي يحققها الشباب العماني الشباب العماني في هذا المجال حاضر بقوة في مجال الابتكار حاضر بقوة الأبرز يحتاج أن يمكن هذا الشاب من خلال البرامج من خلال التأهيل من خلال أيضا التنبؤ وتبوى بعدد من المناصب القيادية نحن الشباب العمانيون من حقب فلا المخاوف والأحزان تعرونا شباب ولاية أد المعاول وهم احتفلون بيوم الشباب العماني يتطلعون مع أقرانهم من مختلف ولايات السلطنة في أن يكون لهم دور بارز في الإسهام كشريحة تتسلح بالعطاء والحيوية نحو خدمة مجتمعهم عبدالله بن عامر ألويهي ولاية واد المعاول محافظة جنوب الباطنة نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية للعام 2015 احتضنت الملتقى التراثي ملامح من الحياة النزوية الملتقى عكس جانبا من تفاصيل الحياة في الولاية والمزيد في التقرير التالي بداخل البهو الخارجي لقلعة نزوى التاريخية امتزجت المفردات التراثية التي تزخر بها الولاية مع عراقة المعلم التاريخي من خلال ملتقى ملامح من الحياة النزوية وسط إعجاب زوار الملتقى بالمحطات التراثية والموروث الثقافي الذي تضمه ولاية نزوى الملتقى قام ضمن القهود المبذولة احتفاءا بنزوى عاصمة الثقافة الإسلامية فارتأينا أن نصل أو نوصل بعض المفردات التراثية إلى الأهالي والزائرين سواء كان من داخل السلطنة أو خارجها يقدر عدد المشاركين في هذا الملتقى في حدود 400 مشارك بالإضافة هناك لقان عمل تم تشكيلها للإشراف على هذا الملتقى العديد من الصناعات التقليدية والمشغولات اليدوية التي لا تزال تمارس منذ مئات سنين جسدها القائمون عليها والمشتغلون بها في دلالة لأهمية المحافظة على الموروث العماني طبعا بالأمس سمعت عن هذا الملتقى الذي يقام في قلعة نزوة وحمسني أن أقل يوم وزور قلعة نزوة وشوف الفعاليات التي تقام في القلعة وشوفت الأعمال يسويوها وطبعا تعرفت على نزوة في الحاضر في الماضي وفي الحاضر المرأة العمانية سجلت حضورها اللافت في الملتقى وجسدت مختلف الصناعات والمشغولات والمأكولات التي طالما ظلت محافظة على جوهرها ومضمونها أقيب الخوص من خيل أشخره وابله أيبسه وابله وعدت دوره ذاك أسفه بقت العياد أبيعه ويبغيه السح بقت القيض ويبغيه السكر مع يوم يعصره السكر وحال الشواء وهكذا تظل الأجيال المتعاقبة في ولاية نزوة العريقة حريصة على ربط الحاضر المشرق بالماضي التليد لتنتقل المفردات الثقافية من جيل إلى جيل وتبقى الحياة النزوية محتفظة بأصالتها وبريقها سعيد بنذيب الهنائي محافظة الداخلية ولاية نزوة اختتم بمحافظة مسقط فعاليات واللقاء الكشفي العربي الأوروبي الحادي عشر الذي نظمته وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات والذي بدأ في الرابع من الشهر الجاري بعد أربعة أيام متغاصلة من المحاضرات والندوات وأوراق العمل بالإضافة إلى العروض الموسيقية للفرقة الموسيقية الكشفية والزيارات لبعض المعالم والمواقع السياحية والتاريخية بمحافظة مسقط ها هو اللقاء الكشفي العربي الأوروبي الحادي عشر يختتم بمجموعة من التوصيحات الاجتماع كان مفيد والشيق أنا سعيدة لمشاركة العديد من الدول العربية والأوروبية وأتمنى من جميع الكشافة أن يكونوا قد استفادوا من النقاشات التي جرت خلال الأيام الماضية كل دولة أمانة تتمنى أن يرعى الكشافة أو الجمعيات الكشفية بمثل ما ترعى جمعيات الكشافة العمانية التأكيد على الاستمرار في مشاركة الشباب في التجمعات الكشفية والفعاليات المحلية والدولية وإقامة الشراكات الناجحة والحوار بين الأديان والثقافات وتعزيز المواطن من أبرز التوصيات التي خرج بها هذا اللقاء الحقيقة كانت مشاركة فائلة جداً كان هناك شراكات مع الشركة في الإقليم الأوروبي ومحاولة ناجحة لعقد اتفاقيات توأمة إنها لفرصة رائعة للالتقاء بزملاء جدد من الدول العربية وشاركنا خبراتنا معهم المشاركون في ختام هذا اللقاء أوصوا كذلك على إعادة نشر المعلومات الخاصة بالشراكات القائمة حالياً في مصدر واحد إضافة إلى الدراسات الرائدة في هذا المجال والتأكيد على نشر جميع المطبوعات والمصادر المتعلقة بالشراكات على شبكة الإنترنت لتصل إلى جميع المشاركين قبل التجمعات التي تخدم التعاون العربي الأوروبي ستساهم هذه التوصيات في تطوير الحركة التجفية في الإقليمين العربي والأوروبي محمد بن سعد العلوي مصقط غادرت صباح اليوم سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان الثانية ميناء زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة في ختام مسار رحلتها الأولى شراع التعاون 2015 إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عائدة إلى السلطانة من خلال زيارتها لميناء زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة تستمر فعاليات الاحتفاء بسفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان الثانية وذلك تقديرا لدورها الحضاري في نشر ثقافة الصداقة والمحبة والسلام بحمد الله وتوفيقه تنهي السفينة اليوم المحطة الأخيرة لها في مواند والمجلس التعاون في ميناء زايد ويمكن القول بأن السفينة قد حققت جميع أهداف الرحلة التي رسمت لها قبل الإبحار من السلطنة كما استقبلت السفينة خلال أرسوها في ميناء زايد الزوار والسياح إضافة إلى طلبة المدارس والجامعات وذلك بهدف الإطلاع على ما تحمله السفينة من أرث ثقافي وحضاري يحزز المحافظة على الأرث العماني ومهارات الأبحار الشراعي مهامي كقائد صاري بسفينة شباب عمان هي القيام بأعمال الأشرع مثل رفع أطي الأشرع والقيام بالمنورات أثناء بحار السفينة بالأشرع بالإضافة إلى تفتيش الصواري وصيانتها والتأكد من معايير والضوضط وجاهزية استخدامها من ميناء زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة تختتم سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان الثانية زيارتها لموانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شراء التعاون 2015 من ميناء زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة الضابط مدني محمد بن سعيد الحوسني سجل الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري نموا بنسبة 3.17% ليبلغ 8 مليارات وتسعمائة وتسعة وأربعين مليون ريال عمانية وسجل الناتج المحلي للأنشطة الصناعية في النصف الأول من العام الجاري نموا بنسبة 4.7% ليبلغ مليارين ومائتين واثنين وستين مليون ريال عمانية كما شهدت الأنشطة الخدمية نموا بنسبة 3.4% لتبلغ 6 مليارات واربعمائة وستة وثمانين مليون ريال عماني ومن المتوقع أن يصعد الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية خلال العام الجاري إلى نحو تسعة عشر مليار ريال عماني مسجلا نموا بنسبة 54% عن مستواه في عام 2010 الذي بلغ 12 مليار وثلاثمائة مليون ريال عمانية أسدل ستار على النسخة الثالثة لمعرض منتجات رواد الأعمال إبداعات عمانية بمركز عمان الدولي للمعارض المعرض الذي نظمته الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة شهد مشاركة 140 مؤسسة إلى جانب الفائزين بجائزة رواد الأعمال لنسخة 2014 المعرض يعد من أهم المعارض التي تعنى بتطوير وتأهيل رواد الأعمال العمانيين والتعريف والترويج والتسويق لمنتجاتهم وخدماتهم حيث يهدف إلى تطوير قدرات ومهارات رواد الأعمال العمانيين في العرض والتسويق وإتاحة الفرصة لعرض وبيع منتجاتهم وإيجاد نوافذ تسويقية جديدة حقق ميناء صحار زيادة في حجم المناولة بمقدار 53% خلال الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالفتاة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 142 ألف حاوية وتجاوز حجم مناولة الحاويات منذ مطلع العام حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي 400 ألف حاوية كما تجاوز حجم مناولة المواد السائلة أو السائبة 34 مليون طن خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر بنسبة زيادة قدرها 22% وزاد حجم المناولة للبضائع العامة بنسبة قدرها 60% ليصل إلى مليونين وثلاثمائة ألف طن بينما ارتفع عدد المركبات والسيارات التي تمت مناولتها بمقدار 181% لتبلغ حوالي 200 ألف مركبة انطلقت بولاية ابنية بمحافظة شمال الشرقية فعاليات النسخة الثالثة من سباق ماراثون عمان الصحراوي العالمي لعام 2015 الذي تحتضنه رمال محافظة شمال الشرقية خلال الفترة من السابع وحتى الثالث عشر من نوفمبر الجاري وسط جو مليء بالفرحة والبهجة والسرور ومن أمام حصن الواصل بولاية ابنية انطلق ماراثون عمان الصحراوي الثالث بمشاركة ما يقارب 100 مشارك يمثلون 17 دولة من مختلف قارات العالم عمان تشارك الدول الأخرى التي تقوم بهذه النشاطات في مختلف بلدان العالم التي هي تحتضن هذه الماراثونات حفل الافتتاح اجتملا على مهرجان للفنون الشعبية العمانية لابداء الطابع العماني الأصيل ودخول المشاركين من الفرق الرياضية لهذا الماراثون ست مراحل يتضمنها هذا الماراثون العالمي يقطع من خلاله المشاركون أكثر من 160 كم انطلاقا من قرية الواصل بولاية بيدية مرورا برمال الشرقية وانتهاءا بمنطقة جحيد المطلة على بحر العرب تعتبر هذا المحفل محفل رياضي كبير يحتضن أبطال العالم ويعطينا الدافع الكبير أن نحتك معهم وإن شاء الله نرفع علم بسلطة عالية إن شاء الله في ستة الأيام القاية مسارات محددة يتنافس من خلالها المشاركون لإبراز مهاراتهم ولياقتهم البدنية العالية التي تتطلبها مثل هذه السباقات التي تقام على بيئة رملية صعبة تحتاج إلى مزيد من الصبر والتحمل الجولة الأولى للسباق خصص لها مسافة 20 كم تشق طريقها عبر الواحات الزراعية متجهة إلى منطقة الرمال الذهبية إذن من هنا تأتي شارة الانطلاق لهذا الماراثون الذي تظهر فيه روح المنافسة والمغامرة وحب الاستكشاف لدى هؤلاء المتسابقين لسبري أغوال الصحراء العمانية الجميلة أحمد بن محمد المعمري من ولاية بدية محافظة شمال الشرقية لم يبقى في النشر لتذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بتعيين أعضاء مجلس الدولة جلالة السلطان المعظم يهنئ اليونسكو بالذكرى السبعين لإنشائها ويؤكد في كلمة سامية لمؤتمرها العام دعم جلالته لتوجهات المنظمة الدولية جلالته حفظه الله يدعو المنظمة الدولية لتسخير طاقاتها وبرامجها النوعية لخدمة الشعوب ويدعو العالم إلى تغليب خيارات السلام والحوار والتوافق سلطان البلاد المفدة يؤكد أن السلطنة انتهجت منذ وقت بعيد سياسة التسامح وتوطيد أواصر المحبة بين الشعوب وإرساء دعائم السلام في العالم مصافحة تاريخية بصنغافورة بين الصين وتايوان في قمة هي الأولى منذ ستة وستين عاما أعود وألتقيكم في تمام الواحدة صباحا في آمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر